اشتركوا في القناة اخواته الكرام مازلنا مع سلسلة الاعداد والارقام التي من الممكن ان نراها في المنام ونريضا نتكلم عن تفسير رؤية رقم 13 للرجل المتزوج طبعا لا يختلف كثيرا تفسير رقم 13 في منام الرجل عن منام المرأة وهناك بعض المعاني قد تكون هناك جيدة وقد تكون هناك بعض المعاني الغير جيدة فمثلا رؤية الرقم 13 للرجل المتزوج علامة للأسف على الضيق ضيق في المعيشة عموما وحيانا هذه الرؤية تدل على اليأس والبؤس وحيانا تدل على الفقر بدلات ان احنا قلنا ضيق عموما قد يكون ضيق في الرزق او في المال وحيانا رقم 13 للأسف ولكن هذا نادرا ما يحدث في بعض الحالات طبعا ده بيأتي من سياق الحلم نفسه مع معرفة حال الرأي مش احوال الرأي او حالة اجتماعية احيانا هذه الرؤية تدل على العقم وعدم الانجاب وما عشد للأسف وحيانا رقم 13 يعني سبحان الله والله سبحان الله حتى في الحقيقة رقم 13 ما بنحبهش لله فلله كده حتى في تفسير الاحلام وجدنا انه هو رقم يعني فيش مئزاز كده لما بحسنا عن تفسير يعني احيانا رقم 13 بيدل على الفشل احيانا رقم 13 بيدل على عدم التوفيق في معظم امور الحياة رقم 13 احيانا بيدل على فترة من الضيق النفسي والهموم والاحزان وربما تستمر طويلا مع الرأي ولذلك حابب اذكر ان رقم 15 احيانا بالنسبة للرجل المتزوج يشبه رقم 13 في المعنى بيدل على عدم التوفيق وصعوبة تحقيق الاهداف والطموحات او تحقيق الاماني ويعني سبحان الله العظيم وينبغي عليه ان يتحل الرأي بالصبر في مثل هذه الرؤى ان شاء الله تبارك وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته